دكتور جو بحوت كبير الباحثين في معهد كارنيجي ينضم إلينا من واشنطن مساء الخير دكتور بحوت وأهلا فيك مرة جديدة بحدث اليوم بعد طول غياب الحقيقة دكتور بحوت شو رأيك عم نسمع من أمريكا فيما يتعلق بأن صبرها بدأ ينفذ يعني إلى حد ما هذا كلام ببعض التحليلات يعتبر إعلاميا لأن واشنطن تبدو دائما وكأنه أقرب لتسليم هذا الملف إلى موسكو أنا موافق تماما مع اللي عم تولي ست نجوة يعني لو لا الأزم المخيفة في سوريا وكمية الدم والألم الموجود في هذا البلد لكانت هذه التصريحات الأمريكية مضحقة إنها مضحقة لأنها أولا تتوالى وليست هي المرة الأولى التي يذهب فيها مسؤول أمريكي إلى القول أن الصبر سينفذ وأن أمريكا على أهبة الولوش في سياسات أخرى وإلى آخره وسمعنا مخططات بي وسي وإلى آخره ولكن الوقت يمر وزمن هذه الإدارة في السلطة شرف على الانتهاء ولا نرى أي تغيير في السلوك الأمريكي تجاه روسيا والنظام السوري روسيا موقفها مريب يعني هذا يقال على عدة مستوات على مستوى الأرض التصرف على الأرض دعم النظام في إعادة كسب مناطق كثيرة وعلى طاولة مفاوضات في جنيف حيث هي لا تمارس أي ضغط يذكر على النظام كي يقدم أي شيء حتى يقبل مبدأ التفاوض الذي يقال أن الولايات المتحدة وروسيا شركين فيه فأعتقد أن هذه التصريحات هي على الأحسن للاستهلاك العالمي والإعلامي ولكن هي في العمق مريبة ومضحكة وتدل عن إفلاس كامل وكبير بهذه الإدارة بس حقيقة مع الإفلاس اللي حضرتك عم بتوصفه الأمريكيين تقدموا خطوة أو أكثر شوي من خطوة يمكن عملهم الميداني بسوريا شمالا وبشكل مختلف عن المسار اللي كنا نشوفه يعني معارضة والنظام اتدخلوا مع معارضة أخرى أو مع كيان آخر وهم يساحبين بهذه الإصار ماذا يعني ذلك؟ يعني عم بتحدث عن منبج وتوجها إلى الرقم لا طبعا هذا الموضوع يدعم المشهد العام المشهد العام هو كما يلي هناك تسليم كامل وتفضلتي بالكلمة تسليم كامل أمريكي لفلنقل ورقة الطريق الروسية على سوريا أي عدم المساس بموضوع النظام وموضوع الانتقال السياسي والولوش في العملية السياسية وترك الأمور تأخذ مجرها حتى تخرج هذه الإدارة من واشنطن ورئيس أوباما من البيت الأبيض في هذه الأسناء هناك حاجة أمريكية لمكسب صغير وموضعي واحد وهو اكتساب أو انتزاع ورقة على موضوع داعش وعلى موضوع الرقة تحديدا ومنبج والمناطق الأخرى ومن هنا التعاون ودعم قوات أقل ما يقال حولها هي أنها وضعها ملتبس تجاه النظام واتجاه موضوع الثورة السورية وهي قوة ربما الهاجس الأساسي لها هو تخليص الرقة ومنبج من داعش ومن ثم تسليمها للقوة الفاعلة التي ستستعد لتسلم هذا الموضوع فهناك أعتقد عمل أمريكي موضع جدا محدد جدا يتعلق بداعش وبضرورة كسب نقطة باتجاه داعش أو ضد داعش ولكن ليس هناك تغيير أمريكي أبدا على موضوع سوريا بالوضع العام بالوضع السياسي بموضوع التفاوض بموضوع انتقال السلطة بموضوع النظام وبموضوع الذي هو الكفيل الوحيد لوضع حد لهذه المأساة السورية المفتوحة بس دكتور جو يعني سؤال اعتراضي هنا هجوم أورلندو طبعا المسار اللي عم ياخده الأمر بالنسبة للحملة الانتخابية إلى أي مدى يجعل تحقيق فعلا أي شيء ضد داعش في سوريا أساسي الآن لكي يعني يحصن وضع هيلاري كلينتون في واجهة ترامب لا هذا ممكن أن يذهب في هذا الاتجاه بالتحديد يعني هجوم أورلندو ولا سمح الله هجومات أخرى ربما ستتلي أورلندو وستتكرر على الأرض الأمريكية ستضع الضغط على هذه الإدارة كي تفعل شيء ملموس وجدي تجاه داعش ولكن شيء موضعي بحكم الوقت المتبقي لهذه الإدارة وبحكم الإمكانيات الموجودة النقاش الآن في واشنطن هو أين هي المقتل أهين أو الأسهل للتعاطي مع موضوع داعش هل هي في الموصل في فالوجة يعني في العراق أو هي في سوريا في الرقة وفي من بجوعي الأخير هذا هو النقاش الدائر الآن هو نقاش تقني هو نقاش سيذهب إلى النتيجة نفسها أي أننا نحن كولايات متحدة لن نترك الملف السوري نعالج موضوع داعش وهذا ما قاله الرئيس أوباما البارحة ولكن موضوع النظام وانتقال السلطة هو خاضع للتفاوض السياسي وللمسار السياسي الذي هو الآن يعني مكبل من قبل الموقف الروسي ومن قبل الموقف الأمريكي المتواطئ أو الذي هو يترك لروسيا هذا المجال في التلكق أو في عدم المساس بالموضوع لماذا برأيك هذا التماهي سوريا مع روسيا بالوقت اللي نحن نعرف أننا نتحدث عن دولتين مستحيل يصيروا حلفاء بالمعنى الكامل للكلمة أبدا لا هذا غير صحيح أبدا الموضوع اليوم في واشنطن مختلف تماما ربما بشكل موضوعي توصيفك دقيق هذه الدولتين لا يمكن أن تتحالفا في المدى البعيد ولكن في زهن إدارة أوباما هناك نية جدية وحقيقية وعميقة لإعادة ترتيب الأوضاع مع روسيا لإعادة ترتيب الأوضاع مع إيران وهذا ما شهدنا الترجمة العملية لهذا الموضوع هي اليوم في سوريا أقل في العراق ومن هنا هناك إرادة أمريكية كي لا تتكبد أي سمن يذكر في الموضوع السوري أو الموضوع العراقي بمعزل عن موضوع داعش الذي هو يعالج عبر القوة المحلية بشكل غير مباشر فهناك منطق عام في هذه الإدارة الخروج من البيض الأبيض بدون دفع أثمان تذكر إما على الصعيد العسكري والبشري إما على الصعيد السياسي بالتنازل حول مواضيع ربما ترى أو يفهم منها أنها مكلفة لهذه الإدارة طيب بها الإطار دكتور بحوت أنت عم تفهم شو هي طبيعة تحالفات الولايات المتحدة بالعراق وبسوريا بمواجهة داعش نعم هذه ليس يعني هم في الإدارة لا يريدون أن يسموها تحالفات هي تنصيقات فلنقول ذلك هي تنصيقات تذهب إلى ربما مستوى التحالف الضمني أو المستفى التحالف الموضوعي هي تنصيق عسكري وميداني مع إيران عبر الطرف الروسي في العراق وتنصيق مطلق مع الأطراف الكردية والأطراف المدعومة روسيا في سوريا وتجاهل ربما أو غض النظر لتدخل ودعم إيراني كسيف للنظام المنطق هنا في واشنطن يقول أن ذلك سيتم التطرق له لاحقا بعدما يتم معالجة موضوع داعش ولكن هذا اللاحقا هو سيكون على الأجندة في وقت لن تكون إدارة الرئيس أوباما موجودة في البيت الأبيض فهو مرحل إلى أفق بعيد وغير مستوى الإدارة الجديدة نعم نعم ربما شكرا جزيلا دكتور جو بحوت كبير الباحثين في معهد كارنيجي غيفنا من واشنطن شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك